دوامة التجاذبات السياسية اللي نشهدها بعد كل موسم انتخابي عودتنا على مفهوم واحد ما يقبل القسم على اثنين واللي عرفه معظم العراقيين ألا وهو التوافق وتغليب المصالح الفئوية ينتج بعدها برلمان بمقاسات محددة كغيرها من باقي برلمانات السابقة الكل مصلحون ولا مكان للفاسدين لسان حال الشارع شي يقول يقول اذا هاي مثل ذيج خوش مرقى وخوش ذيج لكن الجديد في هاي الانتخابات انها صارت بعد احتجاجات شعبية كبيرة الجديد ايضا انها قدمت دماء جديدة وصعد بها عدد كبير من المستقلين مقارنة بالبرلمانات السابقة كل هذا يقودنا الى عدة اسئلة او منها هل من الممكن ان يصير تغيير كبير في عمل البرلمان الجديد وهل من الممكن ان يتحد المستقلين لتشكيل كتلة معارضة حقيقية داخل البرلمان لو راح يصير مثل اللي صار بالدورات البرلمانية السابقة اما الشارع العراقي المتعطش هل سيشهد برلمان يحقق طموحاته وهل ممكن يتغير الواقع السياسي وتتغير حياة الناس القرارات للمشهد السياسي تقول هواي اشياء والواقع السياسي ايضا يفرض هواي اشياء اشتركوا في القناة